بيبدأ في المناف زمن قديم بيكون بين البشر ومخلوقات تانية اسمها الأورك حروب دمرت الأرض وأنهت على حياة أعداد كبيرة من الطرفين واستمرت الحروب دي بينهم فترة طويلة جامد لكنها لآخر انتهت بسلام بس المشكلة هنا أن الطرفين دلوقت بقوا بيواجهوا خطر جديد محدش فهمه بس معروف باسم الفل أو السحر الأخضر الكارسى أن السحر ده هو اللي أثر على الطرفين وعمل فيهم تغيرات غريبة جامد خلتهم محوش واللي بيحكي لنا الموضوع ده هو دورتانو ودقات قبيلة من الأورك وهو حاسس بالزنب دلوقتي علشان ورد قبيلته في الخطر ده ولكن ما كانش يعرف ان دي هتكون هي النتيجة وفي الوقت ده كانت جنبه دراكا مرته الحامل في شهورها الأخيرة فبيقولها أنها لازم تخبي بطناء بكرة علشان لما يسافروا للحرب الجديدة وتاني يوم الصبح بتتجمع كل القبائل بتاعة الأوركو بيستعدوا علشان الحرب فدورتان بيتكلم مع صاحبه أوجريم وبيقوله أن خبائل الأوركو كلها مستعدة وكمان بععدات ضخمة فيرد عليه أوجريم ويقوله واضح كده أن هي حرب هلاك بنشوف بعد كده جولدين الكائن المخيف ده وهو القائد بتاعهم ومصدر السحر الأخضر وبيجمعهم كلهم علشان يخطب فيهم ويقولهم أن الوقود اللي بيشحم به السحر بتاعه هو الأرواح اللي بيأخذها من البشر الأحياء علشان كده هم هيحربوا بلاد جديدة ويأخذوا كل الأرواح اللي موجودة فيها ودلوقتي معهم الأرواح اللي تكفيهم علشان تديهم القوة للحرب الجديدة دي وفجأة باللاقيه طلع نور أخضر وبيسحب أرواح الناس اللي محبوسة جوال أفاس وبيعمل بين الجبال بوابة كبيرة من طقة الأرواح دي وبيطلب منهم كلهم أنهم يعدوا منها فبيجروا كلهم على البوابة ولما بيجوا الدور على دورتان ومرأة الحامل بيدخل هو الأول وهي بتدخل بعده بس وقتها بتحس بتعب رهيب جامد ولما بتعدي للنحية التانية من البوابة بطنها بتظهر والكل بيعرف أن هي حامل فبيجري عليها دورتان ولكن بلاك هاند مساعد جولدين بيوقفه وبيعتبه أنه جاب مراته الحامل وهي حامل أصلاً وفي نفس الوقت دي بتكون بتولد فعلياً واللي بيساعدها هو جولدين نفسه فتجيب ولد ولكن للأسف طلع ميت من طاقة السحر اللي عده منها فجولدين بياخد الطفل ده وبيصحب روح غزالة كانت بتتمشى ويديها للطفل ده علشان ترد ليه الروح من تاني وكلهم بيفرحوا وجولدين بيقولهم أنه محارب جديد انضم الجيشهم وبنروح بعد كده على مدينة تانية بعيدة اسمها أورنفورج وبالله محارب قوي اسمه لوثار واقف عند صانع الأسلحة واللي بيعرض عليه سلاح جديد والسلاح ده شبه المسادس ولكن ما بيطلع شرصاص عادي ده بيطلع قنابل ومتفجرات تدمر أي حد وأي قوة قدامه مهما كانت فبياخد لوثار السلاحه ويتفرج عليه وفي نفس اللحظة بيقولهم رسالة من مالك المدينة ومنها بيعرفوا أن المدن بتاعتهم بتتهاجم وأهلها كمان بيتأتلوا هما والجنود اللي بيحمل حدود وقتها بيعرف لوثار أنه لازم يرجع للعاصمة من تاني عند المالك علشان ياخد دوره في الجيش وفعليا بيوم ريح علشان يشوف الجنود اللي ماته وهناك بيقولوله أن كتبة كاملة تأتلت وبطريقة غريبة جامد بس الأغرب أنه هما لهم بارح واحد بيفاتش في الجسس وكأنه بيفحصها فأخدوه وحبسوه لحد ما يجي لوثار فيوم ريح لعند الراجل ده وفاجأ بحركة سريعة ومفاجأة منه بيروح مكاتفه في المكتب علشان يعرف هو مين وليه كان بيفاتش في الجسس وبيلايه على دراعة علامة مميزة ويعرف أنه هو ساحر وفي نفس اللحظة الساحر بيعمل تعويز علشان يحمي نفسه من لوثار وده بيطلب منه أنه هو يديه فرصة علشان يشوف الجسسة الأخيرة علشان دي اللي فيها السر واللي هيقدروا يعرفه منه من اللي هاجم على الجنود وقتها الساحر بيطلب من لوثار أنهم لازم يستدعوا الحارس معديف ده فورا بس لوثار بيقوله أن الوحيد اللي يقدر يستدعي الحارس هو الملك نفسه فبيروحوا كلهم العاصمة لعند قصر الملك لاين والملك بيسأل المسؤولين بتوعه هو إزاي يموت الناس دول بالطريقة البشعة دي ويخطيف الباقي فيرد الساحر على الملك ويقوله على فكرة السر في السحر الأخضر كلهم بيستغربوا من رده ومحدش بيفهم أي حاجة فيسأله الملك انت أصدك إيه فيرد عليه الساحر ويقوله أنا اسمي كاتجار ساحر والمعلم بتاعي ساحر كبر جامد ويعرفوا أن سبب ميجيته لحد هنا هو أنه شامم ريحة الشر وأنها قربت تقضي على الكل وكمان بيقوله أن لازم يستدعي الحارس معديف فورا علشان ينقذهم وهما بيتكلموا بيلو نار طلعة من المدينة اللي جنبهم ويعرفوا أنهم العدو هاجم عليها هناك وحرقهم فيطلب الملك من لوثار أنه هو يروح للحارس علشان يستدعوه وبيدلهم الخاتم الملكة علشان دي الإشارة بينه وبين الساحر وبياخد لوثار الساحر كاتجار معاه علشان يروح معاه له هناك ويستخدموا واحد من طيور الملك الضخمة وده هو اللي هيوديهم بسرعة للساحر وفي نفس الوقت بيكون جولدين وكمان جماعته بيخلصوا على المدينة اللي احتلوها جديدة فبياخدوا الناس اللي موجودين فيها عشان ياخدوا أرواحهم بعد كذا ولكن بيظهر ان دورتان مش راضي عن اللي بيحصل ده وشايف ان اللي بيعملوا ده مش حروب نازيهة أبدا والنهم بيدمروا المدن وبينشروا الخراب وفي نفس الوقت بيكون لثار ووكاتجار وصلوا لعند القلعة بتاعت الساحر وبيقابلوا مروز المساعد بتاع الساحر واللي بياخد لثار علشان يقابلوا وكاتجار بيستناهم وبيعد يتفرجوا مبهور من حجم القلعة الكبيرة وكمية الكتب اللي موجودة فيها ولما بيدخل عند مديف الساحر بيلقوه بينحى التمثال ضخم من الطين فيسألوا الوثار عن الغرض من التمثال الكبير ده فيرد عليه ويقولوا انه بعد ما يخلصوا هيحركوا بسحره ويخليه مساعد له وهيسميه جولد فيعرف الوثار برسالة الملك وانه عايزه في القصر دلوقت ولكن مديف يسأله عن الساحر اللي موجود تحت في قلعته دلوقت واللي بيكون تحت عمال بيفتح كتاب ورد تاني بس فاجأ بيحس بحاجة غريبة وكأن حد وقف قريب منه لكن لما يحاول يشوف مين بيتحول اللي بيدقبل دخان اسود وبيغتفي جوه الكتاب وده يقوم رايح له هناك علشان يشوف انه الكتاب استخبه فيه فبيلاقي ان العلامة اللي في ايده نورت بقوة عند كتاب معين فاخده وخبه في هدومه وهنا بيتفاجئ بالحارس موجود في قشه وبحركة سحرية بيلزق كتجار في الحيطة وده يقوله انه هو جاي علشان يعرف الجسل اللي ماتت بالسحر الاخدر الفل فبيتفاجئ الحارس من كلامه ويسيبه وقتها لأثار بيسأله عن الفل فيرد عليه ويقوله انه نوع قوي جدا من السحر ملهوش مثيل وبيتغز على حياة البشر وارواحهم وبالرغم انه هو بيدي القوة الكاملة لكن بيأذي اي حد يقرب منه مهما كانت قوته خلي بالك ووجود السحر ده في المكان خطر على كل اللي موجودين في المنطقة حواليه علشان كده بيقرر انهم لازم يتروا فورا لعند الملك ويبدأوا الحرب وبيعمل دايرة سحرية بتنقلهم هما الثلاثة القصر الملك لاين ولما بيوصلوا للقصر هناك لاين بيرحب بماديف وبياخدوا غرفة اجتماعات الحرب ويقوموا ريحنا علشان يتكلموا وده بيقولوا انهم عرفوا معلومات عن العدو وهم عبارة عم خلقات ضخمة عملاقة لكن مش عارفين قوتهم ولا علاقتهم بالسحر الاخضر فهم عايزين يقبضوا على واحد منهم علشان يعرفوا طبيعتهم بالزبط فرد عليه ماديف وقال له انا هعمل خطة علشان اقبض على كام واحد منهم وفعليا بيروحوا معهل وثار وكاتجار وفرقة من الجنود على المدينة اللي هجم عليها العدو من شوية وبيلاقوا الدنيا هدوء خالص وما فيش غر جوسس بناد مين في كل حتة وبيوقفوا عند شجرة عليها اثار من السحر الاخضر ولكن فجأة بيلواوا فاسد حدفت على واحد من الجنود وقتلته فبيعرفوا ان فيه هجوم عليهم ويستعدوا الجنود علشان يواجهوا وفاجأة بينزل عليهم مجموعة من الأورك ودلي يفضلوا يقتلوا في الجنود واحد ورد تاني بطريقة وحشية جامد وفي الوقت ده بيكون كاتجار واقف جانب ماديف ولما بيحاول واحد من الأورك يقرب منهم كاتجار بيعمل تعويزة علشان يعمل بالورة كبيرة تحميهم من الأعداء ومحدش يقرب منهم وفي نفس اللحظة دي ماديف جوه البالورة بيعمل تعويزة أكبر علشان يقضي على كل السحر الأخضر اللي موجود في المكان وبالنسبة للجنود فكانوا برا البالورة عملين بيتأتلوا مع الأورك والوثار بيدربهم بقوة وابن الأوثار اللي كان مع الجنود لما يجي واحد من الأورك علشان يقتله لقب الوثار بينقذ ابنه في آخر لحظة دورتان بيكون معهم في الحرب دي وبيستغرب من اللي بيحصل ده وفاجأة الحارس بينفز التعويزة بتاعته وبيقضي على كل الأورك اللي جواه من السحر الأخضر فبيمودوا كلهم مع عدد دورتان وواحد تاني وبياخد حصان وبيهراه بسرعة والغريبة بقى إن الحارس بعد ما نجح في التعويزة بتاعته بيدرب بعصيته الأرض وبيسيب المكان بسرعة عشان يرجع لقلعته فبياخد لوثار كامجوندي معاه ويروح ورا اللي هربوا علشان يلحقوهم وفعليا بيقدر إن هو يحارب واحد منهم ويدربوا على راسه لحد ما يغمى عليه علشان ياخدوا معاه وفي الوقت ده بتكون في واحدة من الأورك بتقرب على كاتجار اللي كان واقف لوحده بسوها بيعمل تعويزة وبيقدر يكتفها في الشجرة لحد ما يجلها الوثار وبكده يبقى أبضوا على اثنين من العمالقة وهيرجعوا بيهم للقصر ويدرسوهم بس وهما ماشيين في الطريق الوثار بيحاول يتكلم مع العملاق الكبير ويسأله انتم مين وبتهجموا أرضنا ليه بس طبعا هو مش فاهم لغته بس بترد عليه ستة الأوركي دي وبيعرف إن هي بتتكلم زيهم ويطلم منها إنها ترجم كلامه فاللي معاه بيحذرها إن هي تتكلم وتقوله أي معلومات عنهم ولكن دي مش بتسمع الكلام فبيقوم فجأة عشان يقتلها لكن بينقذها الوثار في آخر لحظة وبكده يرجعوا للقصر بقى سيرة واحدة بس فبتوقف قدام الملك لاين واللي بيسألها عن اسمها وأصلها هي والقبيلة بتاعتها فيرد الوثار ويقوله دي اسمها جارونا فيستغرب إنها شبه البشر شوية ولكن برضو شبه الوحش العملاقة اللي حربوهم فبتقولهم إنهم اسمهم شعب الأورك والملك بيطلوا منها تحدد المكان اللي جوا منه على الخريطة فبتعرفوا إنهم مش على الخريطة لأنهم جايين من زمن تاني ودخلوا الزمن ده عن طريق بوابة سحرية واللي عملها هو جولدين وإنها تعلمت لغوتهم من الأسرة اللي أخدوهم من البشر علشان يتغزوا على أرواحهم فيسألها الملك إذا كان الأسرة دول لسا عايشين فترد عليه وتقوله أيوة فيطلوا منها الوثار إنها تعرفهم على مكان البوابة اللي بتؤديه من العالم بتاعهم علشان يحرب الأورك وينقذ الأسرة ودي لما ترفض تتسجن وفي الوقت ده بيرجع دورتان واللي معاه اللي عند الساحر جولدين وطبعا جولدين بيتريع عليهم ويقولهم منتو ضعفاءه على فكرة على الرغم من قوتهم خسروا قدام البشر لكن دورتان بيقوله إن اللي كسب المعركة واحد بيستخدم الساحر الأخدر زيه بالظهر فاستغرب جولدين ويقوله محدش بيستخدم الساحر ده غيري وبنرجع تاني عزنزانة اللي محبوس فيها جارونا وواضح إن حاجة غريبة حصلت الساحر بيظهر فجأة جارونا وبيسألها سؤال غريب بيقوله وانت تعرفي مين اللي دل جولدين على المكان بتاع البوابة فترد عليه وتقوله أنا ما شفتوش بذات نفسه بس سمعته صوته اللي عامل زي الشيطان وإن جولدين بيسميه الشرير وهنا بيدخل ناس عليهم ويختيفي الساحر في ثانية فتستغرب جارونا واللي بيدخل عليها وقتها بتكون مرات الملك واللي هي في نفس الوقت بتكون أخت الوثار وبتقدم لها هدوم وغطى وكمان أكل وشربة علشان الليلة برك وبتحاول إن هي تستعطفها شوية وتقولها على فكرة دول الأورك عمالين بيدمروا بلادنا وكمان بيقتلوا الناس فتوافق فعليا جارونا إن هي أدلهم على مكان البوابة وفي الوقت ذا بيكون دورتان وكمان صاحب أوغريم بيتكلموا عن ذكرياتهم القديمة ودورتان بيقوله إن اللي بيعملوا جولدين ده خراب وتدمير علشان كده لازم نخلص منه وبيفكر إن هو يتعاون مع البشر والسحرة عشان يخلصوا على جولدين أما جارونا وكمان له ثار فبيستعدوا علشان يبدأوا رحلتهم للبوابة الغريبة وبيخضوا معهم كاتجار وفرقة من الجنود وفي الطريق بيرياحوا شوية ولكن دي بتقولها إن معنى اسمها الملعونة بلغوتهم يعني وإنهم عزبوها تلحياتها وقتلوا أمها علشان خلفتها وتاني يوم الصفحة بيوصلوا عند مكان البوابة ويعرفوا مكانها وعدد الأوركو ومكان المساجين وبتقولهم جارونا إن جولدين مستني بوابة كبيرة تكمل علشان يقدر يدخل عدد أكبر من الأوركي للمدينة ولو البوابة دي فتحت الكل هيبقى في خطر حرفيا فبيقولوا ثار إن هم هيرجعوا القصر علشان يبلغوا الملك وكمان يستعدوا وفي الوقت ده بتكون جارونا لوحدها مع كاتجار وفاجأة بيظهر دورتان وبيكاتف كاتجار علشان يبلغ جارونا رسالة بيقول لها تتفق مع الملك بتاعهم علشان يقابلوا عند الصخرة السودة علشان عايز يتعاون معها ضد جولدين وكمان يرجع مجد الشعب من تاني فبتوافق جارونا إن هي بلغ رسالته للملك أما المديفة بيوصل للقلعة بتاعته ولكن واضح إنه هو تعبا جامد فالمساعد بتاعه بيعرف إن ده من تأثير السحر الأخضر فبيطلب منه مايروحش تاني لهناك فيرد عليه ويقولوا دي المملكة محتاجة السحر دلوقت وأنا لازم أحميهم وفي الوقت ده بتكون كل القوى اللي في مختلف المدن في المملكة عاملين اجتماع مع الملك وعايزين إن هم يشوفوا حل في الأورك دول وفي نفس اللحظة بيدخل عليهم لوثار ويقول لهم على الأخبار الجديدة اللي عرفها عن الأورك ويقول لهم إن ده هو الوقت اللي لازم كل القوى تتحت فيه وفجأة بتجير سادة للوثار وبيعرف منها إن ابنه تصاب في الحرب الأخيرة فبيجر على ابنه علشان يتطمن عليه وبيلاقيه كويس وسليم وبيطلب منه إنه هو يخلي باله على نفسه لإنه هو ملوش أي حد غيره في الدنيا وفعليا بيوافق الابن وبعد كده بيتجمعوا كلهم مع جارونا واللي بيتبلغهم رسالة دورتان ولكن لوثار متأكد إن ده فخ عاملوا دورتان علشان يجب بقية ناسه ويقتلوا الملك بس جارونه بتقول لهم إن دورتان كان قائد القبيلة وإنه هو كان طول عمره شريف وطيب وفعليا بيوافق الملك إنه هم يروحوا يقابلوا هناك علشان يعرفوا هو عايز إيه بالظبط ويطلبوا من جارونا تيجي معهم وبيدوها سلاح ملكي وفي الوقت ده بيكون قاتجار داخل قوته فبيلاقي الحارس جوه القوضة وبيشوف كل الرسومات اللي رسمها قاتجار عن السحر الأخضر ولما بيحاول قاتجار يوريه اللي وصله فأبحاثه يعني بيتعصب الساحر وبيحرق كل رسوماته وبيقول له يبعد عن السحر الأخضر ويحمي الملكه بس ولكن لحظنا الحظ إنه قاتجار كان مخبي رسمة تانية وبيقوم ريح بسرعة عند الاثار وبيحكلوا عن اللي حصل من الحارس أو الساحر يعني أيا كان وبيفرجوا عن رسمة اللي كان مخبيها ويقول له إن الأوركي في حد منهم جوه المدينة وهو اللي استدعاهم وإنهم لازم يعرفوا من اللي استدعاهم ده وبيظهر كده إنهم بدأوا يشكوا في مديف الساحر علشان آخر تصرفاته قد غريبة ومخيفة وبعد كده بيروحوا عشان يقابلوا دورتان وقابلته وبيكون مديف في الجبل علشان يحميهم فبيقول لهم إن السحر المميت اللي بيعملوا جولدين بيضمر كل حاجة ويضمر العالم بتاعهم كمان وعلشان كده هم عايزين يخلصوا منه فيتفق مع الملك لاين إنه هو يجيب رجالته ويهجم على المعسكرات بتاعتهم ويخلي الجنود إنه هما يشغلوا حراس جولدين لحد ما دورتان ورجالته يدخلوا يقتله جوه فعليا بيوافق الملك لاين ولكن بيظهر إن المعاهدة دي مش هتكمل لأن فجأة ظهر الناس من رجالة جولدين وهجموا عليهم فهرب الملك والوثار واللي معاه معرفوا إن الموضوع كمين ولكن دورتان بيحاول يثبت لهم إنه هو صادق في كلامه وبيتر رجالة جولدين وهو كمان يحاربهم وفي نفس الوقت الجنود بيحاربوا الوحوش اللي هجمت عليهم وبيبدأ ماديف يعمل بلورة من السحر عشان يحميهم ولكن للأسف لما بيعملها على وحوش الأوركي بيكون كالن ابن الوثار معهم جوه البلورة فيحاول الوثار إنه يدخل عنده عشان يلحق ابنه بس مش بيعرف ويندع على ماديف بس اللي لأسف برضو ماديف مش بيكون في وعيه ولما بلاك هندي مساعد جولدين بيشوف كالن ويعرف إنه ابن الوثار بيمسكه من رقابته ويدب في مخالبه علشان يقتله قدام أبوه وحين الوثار بيحس إنه هو خسر كل حاجة في حياته حرفيا وفي نفس الوقت كاتجار وغارونا بيدوروا على ماديف فبيلاقه في الجبل فبيخضوه عشان يرجعه لقلعوته من تاني المفاجئة المتوقعة بقى إنه لما كاتجار بيبص في عيون ماديف بيلاقوهم بينوروا أخدر ويعرف إنه هو تأثر بالسحر الأخدر فبيسيبهم ويروح يشوف حل الموضوع ده عند المجمع السحرة لأن كده عرف مين اللي جابه الأوركل هنا أما دورتان فبيرجع لقابلته علشان يحميهم بعد ما عرفوا إنه هو خاين ورجالته ولكن بلاك هند بيلحا ويقوله إنه هو خاين ولهازم يسلب نفسه عشان يحمي قابلته وقتها دورتان بيودع مراته وبيقولها تسمي ابنه جول وبيروح مع بلاك هند أما ماديف فلما بيفوق بيلاقي جنبه جارونا بيسألها فتحكي له على اللي حصل لابن الوثار وكده هو هاشوك فيها فيرد عليها ويقولها أنت لازم تكوني جنب الوثار دلوقت ويعمل لها بوابة عشان تروح منها لهناك بس بيظهر إن ماديف بدأ يضعف تاني أما جولدين في الوقت ده بيحاول يقلب القبائل كلها بتاعة الأورك على بعض علشان يكرههم في بعض وبيطلب من أوغريم صديق دورتان إن هو يكون قائد القبيلة بدل دورتان الخاين ولكن بيظهر إن الخطة هتتنفس دلوقت لإن أوغريم بيهجم على قبيلة دورتان علشان يسيطر عليهم بس في نفس الوقت بيدي فرصة للداركة أمرت دورتان بإنها تهرب بمنها عشان تنقذه فبتهرب ولكن بتعادبه لإنه خان صديقه والقائد بتاعه أما كاتجار فبيكون وصل لعند مجمع السحرة وبيقابلهم ويقولهم عن اللي حصل للحارس ماديف وفاجأة بتتفتح بوابة ويدخل منها كاتجار وبيلاقي نفس الدخان الأسود اللي شافه قبل كده في المكتبة وفاجأة بتظهر واحدة عجوزة بتقوله إن ماديف خلاص السحر الأخضر سيطر عليه وإنه لو محدش قدر يوقفه هيدمر العالم كله وهيتحول هو لشيطان قوي ولكن كاتجار بيقولها أنا مش هادر أوقفه الوحدي فبتقوله أنت لو تعاونت مع أصحابك هتوقفه والغريبة أن حتى سيتي دي يعنيها بتنور أخضر وشكلها هي كمان السحر مسيطر عليها ولما بنرجع لعند مديف بنلاقي أنه وقع على الأرض وبييجي المساعد بتاعه ويدخره بحيرة الطاقة عشان يفوق بس المشكلة أنه لما مديف بيدخل عند المحيرة بتتحول كلها للنون الأخضر وبيعتزر للمساعد بتاعه وبيعترف ليه أن السحر الأخضر سيطر عليه وخلاه يستدعي الأورك للمملكة وكمان خلاه يأذي ناس كتير ويبقى لعنة على الكل وبتنقلة بعيوم ماديف للأسود وبيكون شكله غريب جامد وبيسحب روح المساعد بتاعه عشان يتغز عليها بيكون الملك مع الجنود بيجاهزوا لخطة الهجوم على مدينة الأورك ولكن الأوثار مش عاجبوا لخطة بتاعة الهجوم دي خالص وفاجأ بيظهر ماديف كأنه رجع شباب من ثاني ويظهر أنه بيحاول يستفز الأثار بكلامه عشان يبعدوا عن الملك وما يعرفش يحميه وفعلا بيقول كلمتين على ابنه اللي مات فتقوم عركة بينهم هما الاتنين ويقارن للملك أنهو هيحبس الأثار فيقول ماديف للملك أنهم هيقدروا يحمل مملكة لوحدهم ومش محتاجين الأثار معاهم أما جارونا فبتروح توضع الأثار علشان تروح معاهم للحرب وده بيطلب منها ما تصقش في ماديف وتحمل ملك لاين منه أما أوغريم فبيظهر أنهو أحاس بالزنب ويروح يخرج ساحبه دورتان من الآفز اللي كان محبوس فيه وبعد ما بيطمن دورتان على أن مراته بأمان بيستعد علشان يواجه جولدين وفي نفس الوقت الملك لاين استعد مع جنوده ووضع مراته وابنه وكأنه حاس أنهو مش هيرجع من تاني وبالنسبة لكاتجار فبيكون راجع على الوثار عشان يقوله على المعلومات اللي عرفها من العجوزة وده لما يلاقيه محبوس بيعمل حركة سحرية ويحول الحائرس بتاعه لخرفه وكمان يطلع الوثار من الزنزانة وبيعمل دائرة سحرية عشان تكون بوابة يروح منها على مكان ماديف وفي نفس الوقت كاتجار بيقوله الوثار أنهم لازم يوقفوا الشيطان ماديف حالا وفي نفس الوقت لسه دي بتهرب بابنها ولكن للأسف بتلاقي جماعة من رجالة جولدين بيلحقوها فتحط ابنها في المياه علشان تنقذوا من يديهم وبتوقف هي وتوجههم وعلى الرغم أن هي قاتلت اللي كان بيجروا وراها ولكن أخذت خنجر وهو اللي قاتلها وفي نفس الوقت دورتان أخذ رجالته وصحبه وروحه عشان يواجهه جولدين وبيندح عليه ويقوله اطلع حربني فبيوافق جولدين وبتقوم حرب منهم والمفروض أن محدش فيهم يستخدم الساحر وفعليا بيقدر دورتان هو يضربه ضربه وراء الثانية بس هو بيرد عليه بقوعه ويدربه جامد وفي الوقت ده بيوصل جولدين وكمان لوثار عند قلعة ماديف ويلاؤه أن المساعد بتاعه ميت وفاجأ بيظهر ماديف ولكن بيكون شكله بقى مخيف جامد وده بيكتف لوثار وكمان يضرب كاتجار ويبدأ ماديف يقول تعويزة الأوركة عشان البوابة تتفتح ليهم فيقول كاتجار للوثار أنهم لازم يسكتوا ماديف حالا وفي نفس الوقت جولدين بيطار أن هو ينهي المعركة اللي بينه وبين دورتان فيقوم ساحب روح دورتان ويرميه والكل يقول أن جولدين غشاش في المعركة ولكن محدش يقدر يوقفه ولما بيموت دورتان كلهم بيعلنوا أنهم ضد جولدين فجولدين بيضحب أرواحه اللي بيعترضوه علشان الباقي يخافه وبيحاول بلاك هاند الوحش كبير عشان يقتل جيش الملك لاين واللي بيكون خلاص هو جيش واصل لأرض المعركة أما ماديف فلسه بيكمل التعويزة بتاعته وبيحاول كاتجار والوثار أنهم يوقفوه ولكن بيحرك التمثال الضخم بتاعه عشان يبعده معانه ويكمل التعويزة الجيش بيدخل يدرب بقوة جامدة فوحش الأورج وجارونة بتحارب بكل قواتها عشان تنقذ الملك وفي نفس الوقت جولدين بيسحب أرواحه أكتر وبيدخل جيش أكبر من الأورج ولكن كاتجار في القلعة بيفكر في خطة جديدة علشان يهزم ماديف فبيطلم الوثار أن هو شتته لحد ما يعمل هو تعويزة قوية وفعليا بيروح الوثار يشتته فماديف بيحاول يموته ويظهر أن ماديف بيقاوم الشر اللي جوا جسمه ولكن مش بيعرف ويتحاول فجأة الكائن ضخم جدا وهو كمان مخيف وهنا بقى بتنجح تعويزة كاتجار وبيوقع التمثال الضخم على ماديف وكمان يموته ولكن للأسف أن كاتجار بيعحى وكمان في البحيرة وبيتنقله السحر الأخضر بس بيقدر في آخر دقيقة أنه هو يعمل دائرة حماية على الوثار عشان يحميه وبيكمل هو التعويزة بتاعته على رأس ماديف علشان يشيل السحر الأخضر منه وفعلا بيلاقي طاقة رهيبة انفجرت في القلعة كلها وانتهى السحر الأخضر من علاقة جار وكمان ماديف وبتغتفي بوابة الأورك لا أول جميل كمان إن ماديف فآخر نفس ليه بيقول تعويزة علشان يفتح بوابة النجاة للملك لاين والجيش بتاعه وبيرح للوثار عشان يلحق الملك بتاعه في المعركة وفي الوقت ده بتكون بتجري جارونا علشان تحرر المساجين كلهم ويروحوا على البوابة بس للأسف بيموت الساحر والبوابة بتتقفل وبيظهر تاني جيش الأوركو معهم طبعا بلاك هاند اللي تحولوا بقى أقوى بكتير ووحش كمان ويفضل يحدف الجنود من يمينه وشماله زي الشترنج بالضبط كده ووقتها الملك بيعرف إنها النهاية وما فيش أي فرصة للنجاة فيقول لجارونا إنها تاخد شرف قتله وتقتله في اللحظة المناسبة وإنها توقف الحرب بين البشر والأوركو لما تاخد الحكم من بعد ما تقتله بس طبعا جارونا مش قدي الكلام ده ولا قادرة تعمل اللي هو بيقول عليه ولكن لما تلاقي إن هو راح يحارب بلاك هاند وخلاص هيقتله بتطلع سيفها وتقتل الملك وهي بتعيد ووقتها بيرفعها على رأسهم ويحتفلوا بيها في الأوركو وفي نفس اللحظة بيوصل لأسارة على الطائر الملكي ويفضل يقتل في وحش الأوركو ولكن بيتصدم لما بيعرف اللي حصل وإن هو وصل متأخر كده على طول قال إنها خينة فبياخد جثة الملك علشان يرجع بها للمملكة من تاني ولكن بلاك هاند بيوقفه وطبعا لأثار ما انسيش طاره اللي قادم مع بلاك هاند اللي قاتل ابنه فيوقفه قدامه بقوة جمدة علشان يحاربه وبيقدر بدربه ورد تانية إنه خلص عليه خلص ويفنشه بيجيب الأرض وهو بيقوله انتقامت الابن وقتها جولدين بيتعصب وبيطلب من الأوركو انه هم يقتلوه ولكن المفاجأ إنه مفيش أي حض بيطاع عوامره وكلهم بيقدموا التحية للوثار علشان فاس في المعركة وجارونا بتوقف جولدين وتقوله إنه لازم يلتزم بالقواعد والمعاهدة بين البشر وبيرجع الوثار بجثة الملك للمملكة وهو مش مصدق إلا عملته جارونا وبيروح يقول لكادجار على الخينة جارونا بس كادجار بيقوله إنها أكد عملت كده لسبب لأن جارونا مش خينة وفي المملكة بيتفون الملك وبيتولى الوثار الحكم من بعده لحد ما ابنه يكبر ويستمروا في كفاحهم ضد الشر ويفتكروا ملكهم الطايب لاين والمفاجأة الأخيرة إنه واحد بيلاقي جول ابن دراكا في الماية فبيغضوا ويربيها عشان يكون القياد الجديد للأورك وتكون دي النهاية وبس كده